ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراكسة الشهيرة حرية وذلك بعد بلاغ يتهمها ببث فيديوهات فاضحة على موقع التواصل الاجتماعي خلال حفلات رقص بالساحل الشماني تواجه الراكسة حرية اتهمات بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وبث فيديوهات وصور مثيرة خادشة للحياة ونشر فيديوهات بغرض التحريض على الفسك والرزيلة وفي حال أحالة النيابة عقب انتهاء تحقيقاتها الراكسة حرية إلى المحكمة فإنها ستحلها إلى المحكمة الاقتصادية ذات الاختصاص بجرائم السوشيال ميديا يجرم قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية استصل عقوبتها إلى الحبس مدة لتقل عن 6 شهور وغرامة لتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 25 من القانون أما عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لتزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلم بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960 جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحقيق فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لتزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع الراقصة حرية وذلك بعد ضبطها إسرى بلاغ من المحامي بالنقض أشرف فرحات وقال أشرف فرحات اليوم الاثنين إن إجراء القبض على الراقصة حرية جاء إسرى بلاغ قدمته حمل التطهير المجتمع حيث تحركت الأجهزة المعنية بعد فحص البلاغ وتم ضبطها بالقاهرة واتهم مقدم البلاغ حرية بإساية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتداء بدى الرقص غير المصرح بها وقدمت الراقصة حرية العديد من حفلات الرأس خلال موسم السيف الماضي في قرى ومنتجعات السحل الشمعي والتي انتشرت السور في الوجهات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي